شكرا شازلي التسعى بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجمهورية الجديدة تتسعى للمصريين جميعا دون تفريق أو تمييز مشيرا إلى أنها جمهورية الحلم والأمل وجمهورية العلم والعمل والجمهورية القادرة وليست الغاشمة والمسالمة وليست المستسلمة جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي أثناء تقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وكان في استقبال الرئيس السيسي البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية بطريارق الكرازة المرقصية وبصحبته الأساقف المشاركين له في الصلاة هذا وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته على أن أي تحديات أو صعب ستهون طالما أن المصريين على قلب رجل واحد محذرا المصريين جميعا من محاولات الفتنة أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن أجندة النسخة الرابعة للمنتدى الذي ينطلق الأثنين المقبل وحتى الخميس بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضحت إدارة المنتدى أن الأجندة تضم عدد من القضايا والمعضوات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى وهي السلام والإبداع والتنمية وقبل انطلاق المنتدى يعقد عدد من الورش التخضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هم تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التخديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة فضلا عن استعراض مبادرة حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان في إطار حرص منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعليات المنتدى عن بعد وتهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعليات وأنشطة المنتدى بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين جميع المشاركين كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين فضلا عن إمكانية المشاركة افتراضيا في المنتدى من خلال قائمة شارك المنتدى أونلاين عبر التسجيل بالإيميل فقط ولأول مرة تستخدم المنتديات من هذا النوع هذه التقنية حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية حيث يتم منح نقاط عن كل مشاركة في فعليات المنتدى ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صورة تذكرية خاصة باستخدام تقنية فوتو بوث صلتت وكالة أنباء الصين شان هو الضوء على نجاح قناة السويس في تحقيق أعلى إراد سنوي بتاريخها في العام الماضي ونشرت الوكالة تحليلا مطولا استردت خلاله بالأرقام إحصائيات الملاحة في القناة خلال 2021 حيث سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها محققة أعلى إراد سنوي في تاريخ القناة بلغ ست مليارات وثلاثمائة مليون دولار وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت مليارا ومائتين وسبعين مليون طن وأشرت الوكالة إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت خلال عام 2021 عبور 20.694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18.830 سفينة خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدره 10% أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 512 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 324425 وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 840 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفارس ومتحوراته ووفاة 19 حالة جديدة ارتفع إجمالي وعدد الإصابات بفارس كورونا في العالم إلى أكثر من 300 مليون إصابة وإجمالي عدد وفايات إلى أكثر من 5 ملايين وأربعمائة ألف وفاة وأوضحت جامعة جونس هابكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفايات قراء الفيروس تلتها البرازيل في المرتبة الثانية والهند في المرتبة الثالثة أعلن رئيس كازاخستان قاسم جمارت توكييف استعادة بلاده النظام الدستوري بعد الاضطرابات التي اكتاحتها كانت وزارة الداخلية الكازاخستانية قد أعلنت في بيان منفصل مقتل ستة وعشرين مسلحا واعتقال أكثر من ثلاثة آلاف آخرين فضلا عن مقتل ثمانية عشر من أفراد الشرطة والحرس الوطني منذ بداية الاحتجاجات هذا الأسبوع نهاية منجزة تاسعة ناول الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل